كل الناس عايزين يعرفوا ازاي ممكن تكسب خمس تلاف دولار في الشهر المشكلة ان فيه كتير من الكلام المضلل موجود على الانترنت فيه معلومات غلط كتير جدا وفيه ناس بيخلوا الحكاية تبان اسهل مما هي عليه فعلا ففي الفيديو ده انا هشرح لكم ازاي تقدر تحقق الرقم ده واكتر منه كمان اقول لك الحاجات اللي محدش تاني هيقولها لك اقول لك الحقيقة اللي انت بتدور عليها وبعض الحاجات اللي اناقولها هتكون كمان صادمة فاستعد كده وركز معايا وشوف الفيديو ده من اول ثانية لاخر ثانية الحاجة الاولى اللي لازم تكون عندك عشان تكسب خمس تلاف دولار في الشهر هي الوسيلة المناسبة وخلينا اقول لكم اقصد ايه تعالوا نشوف انت محتاج وسيلة محتاج فرصة كبيرة بس مش خطر اوي تقدر فعلا تكسبك خمس تلاف دولار في الشهر مش بغرض التفاخر اطلاقا لكن انا بفضل الله قدر تحقق مكاسب اكتر بكتير من اللي بنقولها في الفيديو ده من خلال الانلاين بزنس وللي ما يعرف ليش انا اسمي ياسر سليم المؤسس والمدير التنفيذي لبايونيرز ناو اللي اصبحت بفضل الله وكالة التسويل الالكتروني الاعلى تقييما والاسرع نموان في الشرق الاوسط من خلال بايونيرز ناو ساعدنا المئات من اصحاب الاعمال على تنمية مباعتهم وارباحهم بشكل ضخم من خلال انشاء وتنفيذ استراتيجيات التسويل الالكتروني المناسبة لهم عن طريق خدمات التسويل الالكتروني في اي بي وقدرنا بفضل الله نساعد الالاف من الشباب من كل مكان في العالم العربي وخارج العالم العربي كمان انهم يبدأوا مشروعاتهم الصغيرة عبر الانترنت وده كان من خلال الدورات والخدمات انا بحكي لك القصة دي كلها علشان تبقى فاهم اني بتكلم عن تجربة حقيقية ويمكن تكون كمان فريدة لانها مش بتتوقف على تجاربي انا الشخصية في مجال الالاين بيزنس بل كمان تشمل تجارب الالاف اللي قدرنا بفضل الله نساعدهم يحققوا اهدفهم زي ما قلنا عشان تقدر تحقق الربح ده انت محتاج وسيلة خلينا نوضح بقى اكتر ونقول نموذج عمل صحيح يقدر فعلا انه يكسبك هدي المكاسب بس تكون المخاطرة بتاعته مقبولة فاول حاجة هقولها لك هي الطرق اللي متعملهاش لان تجنبك للطرق الخطيئة دي هيخليك تتجنب انك تضيع وقتك وفلوسك وده صدقني اول طريق النجاح اول طريقة ما تعملهاش هي التداول سواء في بورسة العملات الفوركس او العملات الرقمية قبل ما اي حد ينزل دلوقتي على الكومنتات ويهاجمني اسمح لي اوضح لك انا ليه بقول كده الاول التداول في بورسة العملات الفوركس من اكتر انواع البزنس مخاطرة على الاطلاق يعني ببساطة انت ممكن تخسر كل فلوسك في دهائل والناس اللي بتروج ليه الفكرة بتاعة التداول ويقولك سجل بقى في المنصة الفلانية من اللينك الفلاني كل هدفه هو انه يحصل على عمولة كبيرة جدا لما انت بتسجل العمولات بتكون مجزية لان الربح بيكون في الاغلب للأسف من خسارتك ايوة للأسف هي دي الحقيقة ببساطة منصات التداول بتكسب من كل معاملات البيع والشراء اللي انت بتعملها ودي بتكون ارباح ضخمة ولان اكتر من 95% من المتداولين الجدد بيخسروا كل فلوسهم اللي دخلوا بيها فمن هنا بتكون مكاسب المنصات دي اي من خسارتك انا مش جاي اقول هنا ان التداول في بورسة العملات حاجة وحش انا بقوله ان مخاطرة شديدة جدا جدا ماينفعش ابدا باي حال من الاحوال شخص مكتدق وفلوسه مش كتير يبدأ منها قد يكون مناسب لاصحاب راس الملك كبير اللي عندهم خبرة ويقدروا يتحملوا الخسائر ومش عايز حد يخلط بين التداول في بورسة العملات الفوركس او العملات الرقمية وبين الاستثمار في البورسة الاستثمار في البورسة حاجة تانية خالص خصوصا لو اتبعت نظرية باين هود يعني تشتري اسهم لشركات قوية وتحتفظ بالاسهم دي لسنوات فمحدش يخلص بين ده وبين المضاربة في بورسة العملات الفوركس واللي بتشمل كمان العملات الرقمية الحاجة التانية اللي ما تعملهاش هي التسويق الشبكي ده بقى لا هو تسويق ولا هو شبكي ببساطة التسويق الشبكي كله بيعتمد على حاجة اسمها البيراميد اسكيب وده ببساطة بتخلي عدد قليل جدا 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 هو اللي فعلا يكسب والغالبية العظمى الصاحقة بتخسر ده غير مشاكل كتير تانية زي وهمية المنتج اللي بيكون معروض لانه دايما بيكون حاجة بتتدع بعشر اضعاف متها الحقيقية وده اسمه بالتأكيد غش الحاجة التالتة اللي ما تعملهاش اي حد يقولك هات فلوس عشان اشغلها لك اي حد يقولك هات فلوس عشان اشغلها لك ما تدي قالوش فلوسك شغلتها وخسرت معايا ليه شايلهم في الرياض انك تدي اصحاب الخبرة فلوس عشان يعملوا لك خدمات تساعدك على نجاح مشروع تجاري انت بتديته او بتبتديه بالفعل ده مفيش فيه اي مشكلة خالص لكن انك تدي حد فلوس عشان اشغلها لك بحاجة انت ما تعرفش عنها اي حاجة ولا عندك استعداد تتعلمها فللأسف بنسبة 95% اتحصل مشكلك وتخسر فلوسك دي يستثنى من ده بعض المؤسسات الكبيرة المتخصصة في ادارة الثروات واستثمار الاموال دي مش معانا هنا لان دول مش هياخدوا منك الف دولار دول بيتكلمه في ملايين وانت طالع واخر حاجة عايزك ما تعملهاش هي مواقع الاستطلاعات المدفوعة بتوعدك بفلوس سهلة لمجرد انك تملى استبيانات او تشارك فيه ابحاث السوق صحيح فيه القليل جدا من المنصات الشرعية بس غالبيتها ولا حاجة غير نص بيطلبوا منك معلومات كتير قوي او بياخدوا فلوس مؤده وبتلاقي الارباح ضئيلة جدا الانخراط في المنصات دي هيضيع وقتك ويعرض بياناتك الشخصية للخطر نفس الكلام ده ينطبق على المنصات اللي بتدعي انها بتديك فلوس لما تشوف فيديوهات او تضغط على اعلانات بالمقارنة لما تبدأ فيه عمل اونلاين بزنس بس يكون حقيقي ففي خلال 12 اشهر لو اتزمت بالنصائح اللي قالوها لك هنا في الفيديو ده واخدت الموضوع بالجدية اللازمة في الغالب باذن الله هتكون بتحقق اكتر من 5000 دولار شهرية انا مش هقولك انك تكسب بقية 1000 دولارات في سنتك الاولى ده بيحصل احيانا بس غير وقائي بس بالتأكيد بحلول نهاية السنة المفروض تكون بتكسب اكتر بكتير من الراتب لو كنت بتشتغل شغل من 9 لخمسة التقليدي والاحسن من ده انك هتكون ابتديت كارير حقيقي وبزنس حقيقي تقدر تنميه مع الوقت لحد ما توصل بإذن الله للبرورية المالية اللي انت بتدور عليه هي دي الوسيلة اللي انا قلتهاك عليها في اول الفيديو وخطرة مقبولة وارباح كبيرة ووقت قصير نسبيا هي دي المعادمة بس يعني ايه أولاين بزنس حقيقي في انجال اقوى بقى وركز معايا كويس اقوى اللي يخليك في كل كلمة هولا الأولاين بزنس هو مشروع تقليدي معروف بس بيتم تنفيذه على الانترنت مثلا متجر إلكتروني ما هو إلا تطور لمشروع تقليدي معروف جدا وهو فتح محل تجاري لبيع أي نوع من المنتجات صناعة المحتوى يعني تصنع محتوى وتكسب من خلال المعلنين نفس بزنس قنوات التلفزيون والصحف اللي كانت بتنتج أو تشتري محتوى عشان تعمل مشاهدات تجذب بها ملايين المشاهدين وبالتالي تجذب المعلنين وده تأصيل مهم جدا جدا لازم تكون فهمه تعالي بقى اقولك اللي انت مستنيه إزاي تقدر تبدأ أونلاين بزنس ناجح أول حاجة تعملها هي اختيار نموذج العمل المناسب ليه اللي هو اسمه البزنس مودل وهتلاقي شرح وافي جدا عن نماذج العمل الأفضل في الفيديو السابق لنا أكتر أربع مشاريع ربحية وهتلاقي الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف فبعد ما تخلص الفيديو ده شوف الفيديو اللي فان بعد اختيارك نموذج العمل المناسب ليه هتتعلمه كويس أوي والمصادر اللي تقدر تتعلم منها كتير زي قنوات اليوتيوب أهمها طبعا قناتنا دي ودورات أونلاين بس تختار دورات موثوقة واقرأ قد ما تقدر عن نموذج العمل اللي انت اختار خطوة اللي بعد كده بعد ما تبدأ في رحلة التعلم دي وتقدم الموضوع كويس تبدأ في التنفيذ من خلال النسخ ايوة زي ما سمعت كده النسخ يعني بعد ما تختار نموذج العمل ده وتتعلمه كويس هتبدأ تشوف أن نجح الناس في نموذج العمل ده وتحلل واتتابع كل حاجة بيعملوها في البيزنس بتاعك وتاخد الأفكار دي وتعدلها علشان تنسبك وتطورها كمان وبعدين تنفزها في البيزنس بتاعك مع الاستمرار بالتأكيد في التعلم عشان تقدر تطور مشروعك وتواكب كل جديد ولازم قبل ما تبدأ تفهم التلات حاجات اللي هقولك عليهم هنا محدش غيري هيقولك عليهم دول ممكن تسميهم السر النجاح بجد والله ما تستهولش بالحاجات اللي هولالك هنا دي أبدا زي ما قلت لك أنا بكلمك من واقع تجربة وخبرة طويلة نمر واحد ما تبدأش على سبيل التجربة يعني ما تبتديش في نموذج عمل على سبيل التجربة كده على هامش حياتك ودي حاجة أنا بشوف يمكن تسعين في المية من الناس اللي بتحاول تبدأ فيه أونلاين بيزنس بيعملوها أنا شخصيا عمري ما شوفت حد بدأ أي حاجة بالطريقة دي ونجحة عشان تنجح لازم تكون واخد قرار جاد مبني على دراسة وخطة محددة وقتك هو أغلى حاجة عندك فلو قررت تبدأ في حاجة لازم تكمل لان ببساطة انت لو داخل الموضوع ده على سبيل التجربة وعلى هامش حياتك كده مع أول مشكلة هتسلم وهتسيب كل حاجة لكن لو اخد القرار جاد هتقدر تكمل لحد النجاح بإذن الله وبالتأكيد مش الموصود انك تعد تحاول طول عمرك يعني لا حط لنفسك سنة من تاريخ ما التدير خلال السنة دي هتبدل كل الجهد الممكن عشان توصل للنجاح وبعد السنة دي يا سيدي قيم التجربة لكن تبدأ وانت مستني حياتك تتغير بعد شهرين ولا تلاتة مش هينفع صحيح ده بيحصل أحيانا لكن استثناء للقعدة ماينفعش تحطه فيه حساباتك تاني حاجة عايزك تعرفها ان البدء فيه اي اونلاين بزنس فيه مخاطرة لانه في الاول والاخر بزنس وارد فيه خسارة وارد فيه المكسل بس الفرق هنا وزي ما وضحنا في اول الفيديو ان نسبة المخاطرة دي مقبولة مش زي التداول مثله والأم هنا ان حتى في حالة الخسارة اللي هي بنسبة 100% اكيد هتتعرض لها احيانا ايو زي ما سمعت كده بالزبط 100% هتتعرض لها وده امر طبيع جدا مفيش اي راجل اعمال او رائد اعمال بالمصطلح الجديد يعني الا او تعرض للخسارة اكتر من مرة بس الخسارة مش نهاية الطريق دي مبرد عقبة وبتحصل في طريقة والفرق هنا بقى ان الخسارة دي بتكون خبرة بتكتسبك وصدقني ان الخبرات بتاعت الخسارة دي هي افضل خبرات هتحصل عليها في حياتك كرائد اعمال ببساطة هي بتكون السبب بتاع المكاسب اللي هتقدر تحققها بعد اي خسار يفوز باللذاتي كله مغامر مش كل مقامر والفرق بين المغامرة والمقامرة هو ان المخاطرة تكون مدروسة ومقبولة وتاني بأكد عليك اني بقولك ده من واقع تجربة وخبرة طويلة انا عارف ان في ناس كتير دلوقتي سابت الفيديو اول ما سامعت كلمة خسارة بصراحة ده مقصود لان لو ما عندكش قابلية نفسية على الاقل لاحتمالية الخسارة فالاجابة الامينة ليك ان طريق البزنس بكل انواعه مش ليه وده مش معناه انك شخص وحش اطلاقت اللي فكر كده يقدر يكون ناجح في حاجات كتير تانية ويوصل برضو للي هو عايزه مش كل الناس ينفع تكون رجال اعمال او رواد اعمال ودي برضو حاجة ممكن ما تسمعهاش من حد تالي تالت حاجة هي انك لازم تتعلم وتتطور لازم تعرف انك من غير ما تتعلم وتتطور مش هتوصل ابدا للنجاح اللي انت عايزه الشق التاني في التعلم هو الممارسة والتجربة والخطأ دول اللي بيتحولوا بعد كده لخبرة وتبقى خبهية في المجال اللي انت ابتديت فيه تمامي هندسة بس انا يعني اعمل ايه دلوقتي الكلام كان كتير وممكن يلغبط فتعالا الاخصلك الحكاية كده واحد من افضل الطرق على الاطلاق اللي تقدر تبدأ من خلالها بزنس خاص وتحقق في وقت قصير نسبيا متوسط ربح 5000 دولار شهريا في السنة الاولى هو الانلاين بزنس لان تنفيذه اسهل من المشاريع التقليدية ومش هيحتاج راس مال كبير والمخاطرة فيه مقبولة وعشان تنجح باذن الله لازم تختار نموذج عمل صحيح فشوف الفيديو السابق اكتر اربع مشاريع ربحية عشان تقدر تتعرف على نماذج العمل الافضل وتبعد عن الطرق الخاطئة اللي بيروج لها وهي ملاهاش اي لازمة وعشان تنجح باذن الله لازم تكون واخد قرار جاد نعو تكمل للاخر مع التعلم الدائج بكده باذن الله اكيد هتوصل للنجاح اللي انت عايز وما نيله المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلاب في وصف الفيديو هتلاقي روابط مهمة جدا هتساعدك جدا في رحلتك زي وصفة النمو الساروخي للمبيعات ومحاضرة التجارة الالكترونية وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد ولكن لسه ما شرفتناش بالاشتراك في القناة اريد تشرفنا دلوقتي وكمان تفعل الجرس عشان توصلك فيديوهات قيمة جدا شكرا جزيلا وكان معاكم ياسر سلي